أهلاً بحضراتكم من جديد أحمد سامي النجم الكبير نجم الأهلا ومعورني ومشرقني في الأهلي الليلة من نور الدنيا يا كابتن كونسان ومطابة ميدو وأنت طيب وبخير دايماً دايماً من نورنا في قناة الأهلي ودائماً كده جميلة هلواء بتفرح لما بتشوفك والله حبيبي عامل ليه؟ كله تمام كله تمام تمام الحمد لله عندنا دوري جاي وعندنا دوري راح مش دوري راحة لحد يعني عشان بس في ناس بتتحسيبنا الدوري راحة يعني الدوري اللي فات ودوري راح برضو ودوري جاي الحمد لله أنا مبروك طبعاً لنادي الأهلي وجمهوره وكل اللي بنتام لنادي الأهلي طبعاً مبروك على الدوري ده دوري صعب والنادي الأهلي جي من بعيد آه كان فيه أخطاء بالنسبة لنادي الأهلي هي اللي خليته يتأخر كده بس الأخطاء دي كانت يعني من خلال كابتن خطيب تدركها وقدروا أنه هو يرجعوا الاتزام بتاع الفرقة في شهر واحد طبعاً أخطاء كانت نحن ببدأ ناش كويس ما استعدناش الدوري بشكل كويس كنا طلعين محبطين يمكن من بطولة أفريقيا وفي نفس الوقت كان مدرب ماشي ومصابين كتير وما كانش فيه تدعمات كل ده العكس شهر واحد نادي الأهلي بفاء بسرعة ورجع لمكانته الطبيعية آه طبعاً الأخطاء دي هتداركها السنة الجاية لكن أنا شايف أن أنا بشكر اللعيبة اللعيبة عملت مجهود كبير جداً في ظل أن هم مش يعني ما بيقدوش الأداء بتاع نادي الأهلي الجماعي وده طبعاً ترجع لحاجات فنية لكن اللعيبة هي الدوري الأساسي أن الدوري دي من بعيد في نفس الوقت كمان من ضمن الحاجات اللي كانت ضغطاك أن أنت كان فيه تحالف عليك التحالف ده نادي الأهلي أنا بكلم بمتالأمانا كان فيه تحالف عليك أنا والمرة عرفك التحالف ده التحالف ده خلي بالك مش حاجة بعيدة يعني كرة بيح تحصل في كل العالم يعني تعرف ده أنت قابلته بشكل كويس ليه بشكل كويس أنت قابلته بشكل وانت هادي ما فيه تحالف وفيه عدوان يعني لا مش مشكلة يعني أنا بقول لا أنا بقول لك سوى تنافس وكل واحد بيادة يعني موكب تنسياد الحافيز بيطلع برضو بيعمل تصريحات عشان الخصم يعني المنافس يعني كل الكلام ده مشروع طبعاً فأنت قابلته إيه أنت المهم أنت بقى المهم أنت قابلته أن أنت ما بتردش تشتغل بشكل هادي بتشوف أخطاك إيه وفي نفس الوقت أنت أثبت كمجلس إدارة أن أنت درت الملف بتاع الدورة ده كويس جداً بغض النظر اللي هم حطينك تحت أن أنت هتفشل في الإدارة جميل قوي فأنت كابتن خطيبي يعني بصراحة ليه دور كبير جداً في الدورة ده وليه دور في اتزان الفرقة ويرجع بعد كده اللعيب جميل قوي جميل قوي أنا بحب صراحتك جداً جداً والله على المستوى الشخص أنا بكلمك أكثر بتتكلم كمان بممتقى الأدب والاحترام والصراحة ما بتزعلش أنا معك جداً أنا أسألك حاجات بس أنا عارف برضو بقوبة ساعات بقلق شوية لا ما تقلق شوية يعني لو قلتلك أبرز الإيجابيات الإيجابيات الموسم اللي فات أبرز الإيجابيات إن أنت جايسة في شهر واحد دي هتديك بار السنة الجاي لكن بتكلمني على الإيجابيات لا أنا مش شايف إيجابات كتبيرة أنا شايف الإيجابيات الفنية نتكلم على حالتين الإيجابات الإدارية لا أنت برست فيها قوي في شهر واحد كنت كويس جداً وفنشت بشكل كويس جداً بغض النظر على الإخفاقات بتاعت أفريقيا والبطولة العربية بس أنت فنشت دولة بشكل كويس ده بيتطلب منك كإدارة إن أنت برضو هيبق أنت مستعد وتدرك الأخطاء اللي وقعت فيها أول السنة فالجمهور مطالب من الإدارة ومن الجهاز ومن اللعيبة بطولة أفريقيا الإيجابيات إن أنت عادت تزاني الفرقة لعيبة كويس بعندك واحد واثنين وثلاثة واربعة كويسين جداً وعندك لعيبة أنت بتغيرها لا تقل على اللعيبة اللي موجودة فأنت عندك تخمة في الحتة دي أنت ما عندكش أن أنت عايز صفقات جديدة خالص وأبرز حاجة في نادي الأهلي أن هو بيجيب اللعيبة اللي هي هي مش 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 بالكم بكيف فهو دي ميزة لأن الهيرموني بتاع الفرقة والتجانس بتاع الفرقة والروح بتاع الفرقة والعلاقة اللعيبة بعضها لو أنت كل سنة جد قطعت علاقتي بيك وجي واحد تاني جي قاعد في الستوديو مختلف مش هيبقى فيه علاقة اللي هي بيسموها اللي هي ايه بتحب يزميلك في الكورة بتحب يزميلك في الكورة فأنت هتفنياً هتزيد أكتر مع تاكتك والكلام ده يبقى فيه علاقة كبيرة جداً فالكلام ده اللي أنا دي الأهل ما بيقطعوش ودي ميزة فنية كبيرة جداً مرتبطة بالإدارة مش مرتبطة بالجهاز بس يعني ما تفتكرش إن الإدارة مختلفة عن بعيدة عن النواح الفنية لا بتساعدك من نواح الفنية انت استقرار وإيه اللي هو الاستقرار؟ الناس فاعمل استقرار أن انت بتشرش المدرب بس لا انت بتشرش المدرب ومتغيرش في اللعيبة كتير بالضبط أولادي الزمالك مشكلته ايه؟ مشكلته إنه هو كل سنة بيغار 17-18 لعيب فمفيش حتة حتة اللي بحب زميلي في الكورة بيبقى عندي سنة واثنين وثلاثة معاه ففهمه الكلام ده في نادي الأهلي مميز فيه بقاله كتير قوي فعشان كده ده ربع سنة دوري عالتوالي فيملي فيعني إيه؟ حتة التنافس في الدوري عايز نفس طويل وفي نفسه ده الإدارة مش مختلفة عن الفنية مش بعيدة هي بتوفر لك الاستقرار تمام؟ انت بتشرش مدرب؟ مش بس انت بتشرش مدرب لا انت متغارش لعيبة كتير تمام تمام خلينا نكمل لك سؤالا لسه مساعدة؟ اه مختلف ليه بقى السنة بتقول لا صارتي ما عملش فترة اعداده لا ده السنة اللي فاتت الدوري 12 شهر ده اتعمل 17 فترة اعداد خلينا نكمل سؤالي عشان كده ما كملتش السؤالي ها المتعرف علي هم قد تقلم متعرف عليها غير الفترات العداد الكثيرة الكبيرة التي تبقى في نص الموسم او اول موسم حسب التوقفات اللي عندنا في الدور مصر كتير طيب يعلم ما قلنا ماشي لكن الآن يمجنElسؤالي فترة اعداد ممكن زوجها القريب سؤالي عايز الشهر للعيبة طلابها الإدارة جابتها له عنده كان عايز مثلاً لعيب في مركز الإدارة جابتها أوفرته كل اللعيبة فدلوقتي أصبح أنه هو مطالب بشكل فني جديد لناد الأهلي ده سؤالي اتفضل اقول لي أنت عايزه لا صارتي خد فرصته تالت ومتالت محدش يقول أنه هو فترة إعداد والكلام ده الكلام ده للاعلام لكن السنة اللي فاتت أقل فرق عام من 17 فترة إعداد من التوقفات الكتير جداً سانياً بس نادي الأهلي ما كانش عندك كوفات كتيرة كابتنى عامد بغض النظر شهر واحد الإدارة ليها عامل كبير ماشي خلاص مانوش توقفات معك في الحيطة قلت كسبتك وكسبتك ماشي كسبتين نادي الأهلي لو صارت لما ده الإدارة هي اللي جابت اللعيب تمام هو ما عرفش اللعيبة دي تمام واللعيبة دي انديفيدول لعيب لوحده لعيبتي إيه لكن أنت ما شفتش شكل الجماعة بتاع نادي الأهلي عمل فتة إعداد راح أسبانيا صح؟ رجع أداء نادي الأهلي عاجبك حتى بغض النظر أنه أخد الدوري وكسب الزمالك والكلام ده مش أداء نادي الأهلي بغض النظر أنا بكلمك منتها الصراحة لكن أداء نادي الأهلي لما تيجي تتكلم عن الشكل الجماعي نادي الأهلي يكسر الدنيا يكسر دي أنت بتفرجت على الأداء الجماعي اللي بتاع نادي الأهلي فترات طويلة كان عمل إزاي؟ مع الأداء الفردي بتاع كل لعيب تقيل؟ لا قصة مختلفة ده دي الأهلي خد الدوري بلاعيبة بمجهود فردي مش بتاكت الجماعي حط ده تحتها 500 خط والحدة إيه فهم؟ أنا بسألك لحدة إيمين وانتم بدي فرصة لحدة طيب الشكل يعني خلينا نقول إن كانت فترة وعدت في ظل التدعمات بقى عن تدعمات ما شاء الله في كل مركز زي ما حضرك قلت مش عايزين أساساً كمان لعيبة وانجي لعيبة يعني ماشي بس أنت دلوقتي خلاص أنت مقفل على كل خطوط أنا بقول لك يعني قفلت على كل خطوطك عندك بدل مركز كذا مركز بتطلع أعراض لا يقول له عن الموجودين ودي فعلاً كلمة حلوة قوي قوي فدلوقتي أنت فعلاً مطالب بشكل فني هل في الإمكان هل في الإمكان حنشوف شكل جماعي اللي أنت بتتكلم عليه في ظل التدعمات اللي حصلت في النادي الأهلي أنا مش علان على اللعيبة يعني اللعيبة لعيبة تقيلة جداً في النادي الأهلي لكن أنت عزيزة بقى أنت كمدرب بتخلي بقى الشكل اللي إحنا عارفينه في النادي الأهلي اللي واحد قاعد بتفرج على النادي الأهلي وقاعد واجبة أنا واحد تكتكية والجابهات والشغل من العمق ولمسة وتحضير من وراء وكرة بتطلع متسلسلة من وراء لغاية لما تفنش هجمة كلام ده أنا بشوفوش سنادي خالص كرة طويلة وفي الظهر آه دي حاجة كويسة بس ده مش أسلوب نادي الأهلي ما بشوفش كمان بلان A و بلان B و بلان C ما بشوفش طريقة 4-2-3-1 وطريقة بره بيلعب ب4-3-3 بنفس كواليتي 4-2-3-1 اللعيبة متعود عليها ما بتفرجش على 3-4-3 فرقة كبيرة جداً لازم عندك بلان A وبتلعب في أفريق وانت مطالب السنة دي بغض النظر عن أي حجج تاخد البطولة تبقى لك كم سنة بتاخدهاش كتير فنادي الأهلي مش متعود على الكلام ده فنادي الأهلي السنة دي موفر كل حاجة للجهاز كل حاجة لأي مدير اه فانت عندك فنياً برضو انت ما بتلعبش بكذا طريقة ودي مشكلة كبيرة جداً في الفرقة الكبيرة فرقة كبيرة لازم تلعب بكذا طريقة لان انت مش مش لازم تبدأ بطرق مختلفة لا لعب بطريقتك بس انت في الجيم ممكن بغير الطريقة بشكل بس لازم اللعيب يبقى هو متمرن عليها كويس من النواحي الزهنية متعود عليها بصد حضراك الأدوار يعني تغيير الأدوار في المباراة بنفس الطرق لا والفورمة كمان فورمة الشكل انا متكلم عن الفورمة 143 يعني فرقة الكبيرة اسلوبها واحد لكن أدوار اللعيبة بتختلف من أوافها لا انت السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت اللي عملك تشك في أفريقيا ان انت جيت الصبح جيت قولت اللعيبة هتلعب 4-3-3 واللعيبة مش متعود عليها عشان كنت تغلبت بره الكلام ده مش مقولة اسمارة عليه وبشكل كويس لأن الطرق كلها هي واحد بس انت بس انت اللعيب هو أدواتك بالزبط اللعيبة اللازم من واحد زينية يبقى عارف دي ويدي ما يبقاش أنا بقى بتعامل على لعيب دولي أو لعيب كلاس A بالزبط وأجا أقول له على الصبورة بس احنا نلعب كذا كذا ما ينفعش بالزبط لازم انت ليك دور تاكتك في الملعب لعيب يحفظها لأن الشكل الجماعي بغض النظر انت بتمرن مين انت بشوف جوردولا جبله أي لعيب لازم يخش في الترس لازم يخش في الترس الجماعي بغض النظر عن اسم اللعيب ايه أنا مش هفرح ان رمضان الصبح بياخد الكرة يقعد يعمل رأس قعد ينا مطالب بيها في بعض الأوقات لما يكون الديني لكن الحاجة القماشة الكبيرة ايه هو الشكل الجماعي بغض النظر بيشتغل ازاي مع مع لول بيشتغل ازاي مع وليد سليمان بيشتغل مع أزارو يعني شكل الجماعي من نواحي الدفاعية ومن نواحي الهجومية تمام تمام لو قلتلك على اللعيبة اللي خدت عنيك الدوري اللي فات يعني فيه لعيبة يعني أنا عندي عمر السلية عبدالله جومع بتاع الزمالك الساسي زمالك معلول أهلي قلت السلية قلت السلية مش معنى بدأت هلب متولي عشان هو هجيبك من تحت الفور يعني غض النظر على الأسامي أسامي كلها كويسة أوكي بس انت بجيب لعيب هيشتغل ازاي بشكل جماعي يا جماعة الموضوع كله أنا بجيب لعيبة يعني بدخله في الحالة الجماعية ازاي ما هتيجي ازاي هتيجي ازاي بقى بس أنا لازم برضو اللعيب اللي هجيبه هيبقى عنده استعداد زين إنه يدخل في الحالة الجماعية لا 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 مدرب مدرب بس انت بتجيب لعيب منتخب يعني انت مفترض ان انت بتجيب لعيب ذكي طب انت مصدفش معاك ان انت جيبت لعيب وخايب ظنك كنت متفايل بيقى وانت تدخله في حالتك الجماعية وشغلك وانعرف شغلك بتشتغل الزين لا بس أنا أصلاب سكت قدية ما كانش فيها اللعيبة اللي هي الكلاس اي يعني نادر أهل الثلاثين لعيب كلهم منتخب انت قصدك على نوعية اللعيب نوعية اللعيب يعني من نوعية ذهنية من نوعية ذهنية من نوعية ذهنية بقى لعيب ذكي وده مخلي بالك ده بيسهلك أكيد ما انا هتدلبك لكن صفقات الاهل بتتكلم انت عندك يعني متولي لعيب كويس بس بيلعب مركزية ممكن يلعب دفندر ويلعب سردباك بالزبط انا احبش النوعيات دي بجد اه انا بحبش اللي بيلعب مركزية خصوصا في ناحية السردباك انا بكرم بمتال امان انا بحب سردباك سردباك غريب اقوي دي اه انا كده يعني في النواحي في خطة الظهر بالزيت نص الملعب عجب يتمنى ان هو يبقى عنده لعيب بيلعب ثلاثة اربحة مركز حتى سردباك لا سردباك لا انا بحب السردباك سردباك لا بش كذا مركز السردباك انا بقولك المركز بس لكن أنا عندي بكرة يتلعب في نص الملعب ماشي عندي نص الملعب يلعب طرف ماشي لكن في نواحي السردبك لا النادي الأهلي مشكلته الكبيرة الفترة الأخيرة هي نواحي الدفاعية لا حضارك بتكلم بشكل عام بالنسبة لوجهة نظرك أنت ما بتحبش سردبك تحديدا هو عايز سردبك بس أنا عايز سردبك بس ليه بقى بصرف النظر عن الأهلي أو زمالك أو إسماعيل أو أي حاجة بيبقى مواخد من زهنه بغاية ما كلمك بشكل عام سيبك من الأهلي بقى والزمال بشكل عام يعني بيبقى واخد من زهنه بيبقى عايز يعمل أدوار مش بتاعته فبتأثر على مركزه وخصوصاً الحتة دي ما فيهاش ريسك فاهمني؟ متقصدك يعني بيبقى بجاي في الدفندر يعني أنا جاي بميده إيه؟ سردبك هو سردبك أحفظ لي مكانك ونادي الأهلي مشكلته الكبيرة برضو أنا بكلمك في الحتة دي في حتة القلب القلب مشكلة كبيرة جداً لنادي الأهلي وعانى منها السنة اللي فاتت عانى منها كان حمد هاني بيلعب وأشرف بيلعب يعني كلهم بكات طرف بيلعبه وسردبكات كلهم مصاب يا كابتن راجع أو كان نجيب ماشي أنا بقولك يعني أنا بغضى نزع إصابات وفي الناس برضو مش في مستوى يعني أتكلمك منتهى الأمان تمام لكن لو اضطريت أنت تخلي الدفندر سردبك أيها أنت مضطر لكن أنا مش مضطر أنا أول السنة مضطر أنا بشتري العيب مش مضطر أمان لأنا بكلمك من خلال المباراة يعني تمام مش طب أفشة آه طبعاً العيب جميل جداً العيب كويس وصغير دي مستقبل كبير ومعناه دي الأهلي بقى ياخد بقى طبعاً الروح والقتال والقلب والنواح والثقة طيب منتخب تلاقي سعره زياد تلاقيه يحترف برا صفكة مميزة صفكة مميزة آه جداً جداً يعني ومستلال أنه يجب يعني ناس هو محتاجة تمام لو كلمتك تعالى نروح لشخص بقى الكابتن أحمد سيمي لو كلمتك على أحلى بطولة خدتها وأصعب بطولة خدتها مع الأهلي أنا خدت مع الأهلي دولي وكاس في سنة واحدة وكانت الزمالك كان فريق الأحلام نفس الظروف دي نفريق الأحلام كان إيه آه كان الزمالك يعني جايب لعيبة وكان بينه الدورين كان فرق حوالي 12 بند وجي الكابتن صالح سليم دخل لنا وكان الكابتن حسم حمدي نائب لكابتن صالح ودخل دخل لنا القوضة واللعيبة واحنا ما كناش برضو فرقة زي كان آه طبعاً كابتن حسام وكابتن براهيم وأصام عرابي وكابتن أصام عرابي يعني كانت فرقة برضو مش بحجم الأسامة الكبيرة آه دول أسامة كبيرة آه طبعاً بس كانت الفرقة الثانية أسامة كبيرة كلها 30 لعيب آه كانت أحلام أحلام آه دي حقيقة وكان كابتن صالح دخل آه طبعاً كان كان الشكل مش حلو كان جمهور الزعلان جداً وكده قال لنا هتاخدوا الدور السنة دي بس أما حاجة تكسبوا المتشاط ومتبصوش للفرقة اللي بنتوا بتنفسوها كسبوا كل ماتش وهتلاقوا الفرقة اللي بتنفسكم بتبص عليكم فابطوعها ده اللي حصل والله حتولادي زي ما بقولك كده أنا طبعاً أنا كنت صغير ساعتاً كان عندي كان عندي 22 سنة أو 22 سنة طبعاً استوعبت الكلام ده طب هو بيكلمك أنت مستوعبه يعني لم بيكلم بيقولك أنت هتاخد الدوري كلام أنا مسمعتوش يعني أنا كلام ما أنا مسمعتوش أنا بقالي 22 سنة مثلاً وانا عندي 11 سنة في نادي الأهلي 12 سنة الكلام ده ما سمعتوش من إداري أو رئيس نادي أو ما تسمعتوش عبل كده فأنا خد انتباهنا وفي نفس الوقت نبرط الصقة اللي الكابتن صالح تكلم بيها لا إحنا واخديني الدوري فاللعيبة يعني أنت خلي بالك يعني أسرت في اللعيبة جامعة فإحنا قمنا من موضوع ده ولا ماتش اخسرناه متضل له وخدنا الدوري احتفلنا بالدوري آخر ماتش مع الإسماعيل قدام 100 ألف متفرج يعني أنا خلنا الدوري ماتش الزمالك اللي احنا كسبناه اتنين واحد واحتفلنا بالدوري ماتش الإسماعيل وانا أخذين الدوري قابليها من بدري تخيل كان فرق 12 أو 13 بنت أو متخيل ونكسب وكانت زمالك يتعادل أو يخسر نكسب وزمالك يتعادل أو يخسر معين الدور الأول كان فرق 12 أو 13 بنت معين عشان كده بكلمك لما أنا جاي أقول لك وانت عارف نفريت زمالك فريق أحلام وجايبين عناصر جايبين كل النجوم الدوري الممتاز بص فاكر أنا بص الأسامي تخد الأسامي بره الملعب بالزبط قوة الملعب كله زي بعضه مين بقى اللي عايز حبه في الكورة زميله بيحبه أكتر فشغل الجبهات بينجح من الحاجات دي تاك تيك بينجح من الحاجات دي إن أنا بيبقى أحب ألعب جنب ميدو وميدو بيحب ألعب جنب سين من الناس ده فتلاقي فيه روح كده غير طبيعية فنية مش روح قتال وروح والكلام ده لأن الروح والقتال واللعب على البطولات ده سمى من سماتنا دي لأي لا أحد بخش بيروح شارب الحتة دي لكن أنا بكلمك عن الروح الفنية روح الفنية دي كانت موجودة عندنا لكن كان بره الملعب أسامي كبيرة جداً أكبر من أسامين إحنا كانت أكبر من أسامين لكن لما تخش جوه الملعب لأ مين بقى تيم وورك أكتر إلا هنجح كان نادي الأهلي بقى كان مميز فيها تاني هو مراس في طعم السقة شوية يعني برضو سيد عبد الحفيز سنادي وانت بعيد قوي قال لك يا جماعة إن شاء الله ناخد الدوري لسه الدوري طويل مش عايز عد تتفكر بقى شان في نازم ماشي ماشي كابت التصريحة على الكابتن سيد دي كويسة جداً ودي حاجة في العالم كله بتحصل يعني بيحاول يعني أهبط من الفرق اللي بتنفسك وكلام ده وبتدي ثقة كمان لعيبتك ماشي بتدي ثقة لعيبتك وكل حاجة بس أنا عايز أقول لك يعني إن نادي الأهلي البطولات الكتير اللي هو في ظهره اللي هو خدها أي حد ما بيجي خش بيشوفها فاهمني يقصد إيه؟ فدايماً عينه على البطول بغض النظر على أي فرقة تانية بغض النظر على الفين هل بتعلم في الأهلي والزمالك هم الواحدين اللي هم دايماً بينفسوا بعض حسام عشور دلوقتي داخل في الموضوع من كمية البطولات اللي خدها بس ما ينفعش إن أنا قرره بنادي لأ أنا بكلم في حجم البطولات لأ 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 هو نادي الأهلي خد بطولة وحسام عشور كان معاهم مش مش حسام عشور اللي خد البطولة لوحده وهو برضو تفرج جديد نحنا بنصنف أنا برضو حتة التصنيف ده ما بحبوش يعني حتة إيه أنا حسام عشور كابت النادي الأهلي فترة كبيرة جداً وخد بطولات كبيرة جداً بس ما يفعش أقرره بنادي زمالك لا ما بكرنوك لا أنا بكلمش إنت أنا بتكلم عموماً للناس بتاني أنا بحسب له هو لما أجي تكلم مثلاً لكابتان أحمد سامي أقول مثلاً لكابتان أحمد سامي مع النادي الأهلي خد كذا بطولة لما بتخرج برة لا مش هتتكرر يعني حسام عشور لا مش هتكرر أنا عليك أنت متخرج برة بتقول إيه والله أنا خدت كذا بطولة بتاخده منت في تاريخك الشخصي طبعاً مع النادي الأهلي طبعاً فأنا بتكلم لا أنا ما بكرنش ما نفعش تكررنا العيب بنادي لكن أنا بتكلم كحسام عشور لا عمل حاجة بصراحة ما شاء الله ما شاء الله أنت متخيل أنا احترامي طبعاً لأننادي الزمالك نادي كبير جداً أنا بتكلم في إنجاز شخصي لما يبقى النادي بتاعي واخد مثلاً واحد اربعين دوري وأنا بعد كده واخد تلاتاشر دوري وبعد كده مثلاً نادي الزمالك نادي نفس القوي بتاعي واخد تلاتاشر دوري أنا في عمل الإجاز لا هو في تاريخ نادي الأهلي فيه لعيب اسمه حسام عشور واخد كمية البطولات بالضبط تالي بتكلم دي بقى دي مش موجودة في أي نادي تالي بالضبط مش قصدي زمالك والله يخد أنا بقى النادي الزمالك وكل الأندية أنا بحترمك كل الاحترام وكل التقدير الليها والجمهورها كمان لكن باتكلم في إنجاز شخصي مش مسبوء خلي بالك ده مش مسبوء في العالم إن أنا أبقى بعد النادي بتاعي بس هو اللي أنا كنت يعني كان نفسي بقى هو برضو من ناحية دولية كان نفسي يعني كان نفس نفس البطولات المحلية كان موضوع يختلف خلص كتير بطولة كمان الدولية بتبقى لها طبعا متالي بس مع المنتخب كمان لعبت مع المنتخب كت اتخذت كان في الفترة اللي كان مدرب أجنابي وكان كابتن أنا صلى الله ومدرب عام معاه بس لأسف كان في المسكة تعورت وأنت خلي بالك السكورة دي نصيب رزق طبعا رزق يعني كان فيه أحسن فترات لي وروحت المنتخب استعورت فنا كنا رحين بطولة أمم أحسن فترة اللي عبتها كانت فيه أنا عبت السنة يعني أنا أعوز أقول لك السنة آخر سنة لنادي الأهل اللي خدنا فيها دوري وكاس دي يعني كانت سنة كويسة جدا بالنسبة لي كنت مفصول جدا لأن احنا كنا بلعب مع لعبة كبيرة كابت حسام وكابت إبراهيم وكابت قصام عرابي وكابت شوبير لا أسماء كبيرة جدا كانت موجودة وفي نفس الوقت أنا طلعت لعبة سنة في السعودية كانت سنة كويسة قوي وفي نفس الوقت كمان رجعت الإسماعيلي لعبة أربع سنين خدنا معهم كاس وعملت مواسم كويسة جدا في ندر إسماعيلي وخلي بالك كنت أرجع لنادي الأهل فعلا كنت أرجع لنادي الأشياء يعني فيه حاجات كده يعني ما كانتش ساعتها الإعلام بالطريقة دي والكلام دي لا لا الموضوع كان مختلف كنت متعورت وروحت تعليكت في ألمانيا وكابت سابت الله أرحمه قال لي وكان عقدي بيخلص مع الإسماعيلي قال لي هترجع لنا بس هو كان ساعتها بقى كنت صبل كابت سابت البطل مشوا السنة دي فالدنيات سوف تفتجاه تاني اه بالضبط يعني لو قلت لك على أبرز سلبيات الدوري اللي فات اللي مش عايز تشوف احنا كل سنة بنقول فيه سلبيات ويا رب ما نشوف سلبيات لا يا ده كله سلبيات الدوري سلبيات الدوري انا فيش اجابات خالص كلي بالك يا جماعة الحوار مع كابت النحب السامي صعب جدا جدا والله العظيف هو متغيره هو شخصية جميلة بس هو صريح قوي فدايما إيه انت بتحافظ عليه وتحافظ على صراحته لكن يعني هو كله سلبيات والله العظيم بأمانة كله سلبيات ادين شوع أولا فنيا لأي مدرب دوري صعب جدا لانك انت لو جبت شيخ المدربين توقفات كتير شيخ المدربين شيخ الأحمال المدرب أحمال ما عرفش يعمل حاجة خلص لان ده عملية صعبة انت بتوصل تلعب ثلاثة أربعة متشاط بتوصل لفورما ويجي ويقولك الشهرين دوري شهر ونص شهر وسبوعين ثلاثة فرق بتلعب وانت قاعد يعني قصة كبيرة جدا موجودة يعني أبرزها لعيب ان هو عدم انتظام الدوري عدم انتظام الدوري بس عدم انتظام الدوري بشكل فج طيب يعني قبل ما نطلع فاصل المدربين ممكن ترشحهم لمنتخب مصر هو دلوقتي مدرب مصري وانا مبسوط جدا انه مدرب مصري ونفسي يمكن الاندية كلها في مصر جيب مدرب مصري نفسي الاهلي جيب مدرب مصري نفسي الزمالي جيب مدرب مصري كل النغمة اللي بتقولك مدرب مصري ما ينفعش في الاهلي وفي الزمالك ومع المنتخب والكلام دي دي نغمة بيصدروها عشان بيقولك المدرب المصري ما يستحملش الضغط المدرب المصري أصله هو الخبرات خبرات ايه يعني بكلمك منتخب كل المدرب الأجانب اللي جات في الاندية الكبيرة ما عندهش خبرات أفريقية ما عندهش خبرات أفريقية تجايبوا ليه؟ ما عرفش. انت بتؤمن بموضوع الخبرات؟ لا خالص. فعشان كده انا بقولك بيتحكوا على الاعلام بيتحكوا على الاعلام بالموضوع ده. انا نفسي نادي الايل يجي مدرب مصري. ونفسي نادي المدرب والمنتخب كده. لانك انت بتجيب المدربين الاجانب فرز خامس. المدرب مصري هسمنهم باي شكل من الاشكال. انا بقولك بمتالى الامانة. طب هنطلع عفاصل ونرجع تقول لي تلاتة اسماء تلشحهم المتخب مصري. نطلع عفاصل ونرجع نتواصل المطلق احمد سامي. اهلا بحضراتكم الجديد لسه مستمرين معاكم معايا النجمة الكبير الكابتن احمد سامي. وصراحته في نفس الوقت. يعني معايا كابتن احمد سامي. احنا في لجنة وحضرك فيها. ونختار اسمين تلاتة لتدريب منتخب مصر. هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه خمس اسامي في مصر. اللي هم يعني يعني لان. أنا أصدى هو راجل عمل انجازات كبيرة جدا. الفترة دي فترة فيها كلام مدارب المنتخب كوتش. منتخب كوتش، عندهم قائم المعاونين معي، هم اللي بيشتغلوا، من خلال استراتيجاة من خلال استراتيجاة هو حططها، وهو بيبقى كوتش في المعاة بفعهم، يعني فيه مساعدين ببروفيشنال هم اللي بيه، اقملوا الشغل فيه كابتن حسام حسن، فيه كابتن حسام البدري، فيه كابتن طلعت يوسف، فيه كابتن آب جلال هم دول خمس أسام اللي موجودين، يعني موجودين في السياحة اللي هم يعني لكن انت بتتكلم على سيفي، لا كابتن حسن بقيت خالص عن القصة دي سيفي بقيت خالص عن الاربع التانيين، انت كابتن حسام حسن ككورة والكاللعيب كورة والكلام ده طبعا بطولات ودولي وكل حاجة، لكن بطولات شخصية محلية أو دولية أو أفريقية، لا مفيش كمدرب، طب اسمحنا اسألك سؤال ها، كابتن حسام بدري عنده بطولات أفريقية، وبطولات محلية، فدي أحطه، ما انت خلي بالك انت بترتبهم عندك كابتن طلعت برضو، كابتن حسام رئيس نادي، حسام حسن، كابتن حسام بدري، كابتن حسام بدري، كابتن حسام بدري خد بطولات مع النادي كابتن أب جلال كان المدير كورة، واشتغل مدرب بعدها، بعدها في فترة، اه، ما نقول لك يعني الموضوع هو كان شغال مدرب، طب خلنا اسألك سؤال، امتى امتى نقول ما تيجي، طب ما هتفاضل، اتفاضل الكاب طبعا يعني ما تيجي أحمد أسامي تبقى مدرب منتخب مصر وزقك وبقى في ظهرك، ودعمتك، مش عايز تشوف كده؟ أنا بتكلم، انا اريد انت أحمد أسامي، انت محنا بتشوف برا ميدو، انت كمان بتشوف معايا، انت شوف برا المدربين عندها تسعة وثلاثين سنة، طب ليه اخترت كابتن حسان شاحب؟ وهم، انا بكلمك على الأسامي المطروحة، هم طرحين الأسامي، لا أنا بكلم حضرتك انت شخصيا، انا شخصيا نفسي مدرب أما حاجة انت تبقى مقتنع بفنية، مين؟ قل لي اسم، يعني فيه كابتن عاب جلال، لا قل لي اسم، قل لي اسم أنا كأحمد أسامي أختار كذا، وليه؟ أنا ما قدرش اختار، ما عرفش، ما عرفش اختار، مش شغلتي، مش شغلتي اختار، لكن انا اقول لك اقول لك يا نفسي ما تبقاش الموضوع بالبطولات بس، نفسي تبقى سيفي فني، سيفي فني، رؤية؟ وشخصية، بالزبط، وفي نفس الوقت، لكن مشكلة عندنا في مصر، انت بتجيب وطني، لان الجمهور اعيز كده، مش شاش انت شايف كده، الفتر دي مش بستحملك كلام ده خالص، الفتر دي مش بستحملك كلام ده خالص، بالزبط، لا بغض النظر الشارع عايزي، أنا نفسي، لكن انا بكلامك على المصريين، لا عندنا مدربين مصريين، ومتعلمين جدا، ودرسين جدا، وخشوا مناظرة مع اي مدرب اجنبي، اللي بيتجيبهم فرز 3 و 4 و 5، لا انا شايف مقتنع تماما، تماما، تماما بالموضوع ده، لان انا شفت، خلي بالك، انا خلي بالك هو مش مسكت فرق والكلام ده، كنت بروح اتفرج على المدربين الاجانب في الاندية، اللي اختلفة، سواء اهلي، او مدربين الاجانب بتاعت الفرق التانية، مش زمالك بس الفرق التانية وقدي دي جي لا، الفرق دي، تفرج عليه، وباشوف المدرب، بيطبق الحاجات دي في الماتش في الدوري، ولا لأ، بس اغلبيتهم خمسة وتسسين في المائة منهم، لا، هما جايين برافانات، بس، تمام، الشرع الكاروي ساكافة الرادية اتغيرتك كابتان احمد، يعني انت لو اتكلمت مع ناس الوقت يمكن يقولك، انا الكلام ده فعلا بيجي لي، احنا ليه ما نرشحش مدرب شاب، وامتى نشوف مدرب شاب عندنا، وامتى نقف في ظهره، وامتى نسنده، وامتى يبقى عنده خريطه، وامتى عنده مشروع، ويجي ناس مجالس ادارة تقعد، تشتغل من خلال السيستم ده، مش تشيل الفيشة دي، تحطها امتى وتشلتها حطها امتى، بمزاجة بقى شيلها هنا، وحطها هنا، مفيش الكلام ده ده سيستم شغال، دوري منتظم، قرارات لوائح موجودة، مش فرقعات اعلامية، اصلا أنا المدرب ما يمسكش اكتر من فريتين، يا عم حط السيستم الاول، انت جاي على بند صغير جدا، وتحطه قبل ما تحط السيستم بتاع الكرة في مصر، ما عايزين اقتنع اقتنع تام ان الفيشة بتاع التحدي الكرة دي تشدد ولسه ما تحطتش، عشان ما اقتنع كل الكلام ده، هي تشدد على فريتين، اه تشدد ما تحطتش لسه، ليه لانا مش شايف سيستم يعني سيستم إداري، بس كراسة دي تشدد اكتبتناحها، ايوة تشدد بس انت تشتغل ازاي بقى، مع انت هتبنيها ازاي، بس لكن انت من خلال ده، لا انا شايف ان المانيا بجلالة قدرها، مع الاختلاف احنا بعيد جدا على المانيا، بعيد جدا عن الكرة بتاعت المانيا، وبعيد عن السيستم بتاع المانيا في الكرة، وبعيد عن كل كل الكصص دي، المانيا بيجيبه مدرب عنده اربعين سنة وتسعة وتلاتين سنة وتمانية وتلاتين سنة عادي جدا، ما فيش مشكلة يعني، لا 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 حسن. التدريب موهبة مختلفة خلص. لا مش ده موهبة وعلم. بالزبط. علم 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 علم. شوف ايه بيقول لك ايه? قصة جميلة جد. طوح. فاهمني? وطلع اللي جيح. وانت بتشوف بس انت بتكون تفكيرك واجابتك من وجهة نظرك. كل اجابة مختلفة عن التانية من وجهة نظرك. التدريب كده. مواقف. تدريب كده انت بتشوف ده بيكتب في كرة ازاي ده بيعمل ايه? وده بيعمل ايه? وانت بتكون قصتك انت مختلفة. لكن احنا كلنا قايمين. اغلبة الناس. حطا محطاك في كورنر واحد. في كورنر واحد. كورنر واحد. وفكري واحد. سواء مدربين بعينها شغلة بس. او ادارة بعينها هي اللي بتدير بس. عشان اللي بيختار غير مؤهل للاختيار. لا يعني مفيش. مفيش جرأة. كل واحد. سيبوسة خلي بالك. انا لما اجي الصبح اقول مي دول هيمسك المنتخب. مين اللي بيقول? شخص اللي بيقول مي دول هيمسك المنتخب. ده عليه شبهة? لا مش عليه شبهة. فخلاص الناس يتمشي. لكن لما يكون بقى. لما يكون بقى الراغي كثير. الرط كثير. والراجل ده ملطوط. يعني ايه? يعني مش. يعني مش. يعني مش. الناس ما عندهش ثقة في اختياراته. ها? ما يحصل فيها اللغط. لكن لما يكون عندي سيستم. سيستم. إداري. بالزبط. بالزبط. في قصة كده. وانا كمجلس ادارة. قاعد فوق. احسب الناس دي. مش انا اللي بعمل الحاجة. ملا حاسبني. ما حاسبني. فانت ده. فعشان كده. احنا كانت الكورة في مصر. يعني بعيد جدا عن الشكل الاحتراف. لان المجلس الادارة. هو المشرف. على القطاع اللي موجود. المسؤول منه. وهو اللي مزيع. وهو اللي بينقض. وهو اللي مقدم برامج. وهو كل. هو كل حاجة. في الاخر انت بتصعف تحزبه. هتحزبه فين. هتحزبه كإعلام. مش هتقدر لانه هو مسك في الإعلام. هتحزبه في اتحاد الكورة. لا مش هتنفع. لانه هو الريس. هتحزبه في القطاع اللي مشرف عليه. نا مش هتعرف. لانه هو اللي مسؤول عنه. فانت كل كل السكك. الحتة. السواب والعقاب مش موجودة. كلام عكو واضح جدا. كلام عكو واضح جدا. يعني بعد التدخل المباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي. ان الرئيس المنتخب الوطني او او الموديل فانت. هو الرئيس وجه. يبقى وطني. هو 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 وجه الناس البروفيشنال تختار. تفتكر هيبقى فيه بقى. اعتقد ان هي لازم بقى فيه انضباط كبير جدا. انا كان نفسي كان نفسي بس كان نفسي تيجي مننا. مش لازم الرئيس يقول كل حاجة. تيجي مننا. ما كان فى احت bel кон Bratm. porte عيز مااهج بس متال امان؟ مأس رجالة انا بكلمك بقول بكلمك بجولة رجالة امان عايزين الذين نديروا فى مصر witness لتخافش. انا معالك 매ة غ vagy هم نادى ده. وبال fps يظهرها ورقة و bestorrow. تمام. بس مين الناس دي ما نعرفش لسه. ما نعرفش لسه. ما نعرفش لسه. طب لو قلت لك دايماً بيواجه الموديل الفني أي أن كان بقى مصري أو أجنبي بيواجهه صعوبات كثيرة جداً. في إدارة المنتخب. ليه صعوبات فيه. فيه صعوبات. المدرب بييجي قدامه طبقة عريضة جداً من العريضة. فيه صعوبات. لا فيه صعوبات صعوبات فيه. موضوع سهل. مش صعب. بس هات واحد كواليتي كويس ومساعدين شكل كويس. متعملش توازنات. متجيبش مدرب بقى من نادي الأهلي. وتجيب له مساعد له من نادي الزمالك. توازنات. والتالت من نادي الإسماعيلي. والدكتور من نادي مش عارف ايه. يا عم هات الناس الكويسة. مليش داعوا بدا بياه كان بيلعب فين. وداما كان بيلعب فين. هات الناس اللي عندها علم. يا ما تجيبش مجيبش الناس قسامة تستفها للناس عشان تضحك على الجمهور. ما أنا بكلمك بمتال أمانة أنا وأتكلمك يعني أنا لو بيدي الموضوع ده أنا أدور على كواليتي. قالي ميش دعوه مين ده كان بيلعب فين كان بيلعب في الأهل كان بيلعب في الزمالك كان بيلعب في الاسم. ما ليش علاقة. مين اللي كويس أجيبه. إن شاء الله كان بيلعب في دومياط. في نهاية دومياط. أنا نفسي والله كده. هو ده الصح. ومعرفش الناس مبتعملش كده ليه. معرفش الناس برضه مبتعملش كده ليه. لازم يعمل لك توازنات أصلك. وعدين أسمع بقى أصل دوت عشان مكروه من الجمهور. إحنا مش عمل لها من مصرحية. أنا بعملش مصرحية. أنا بعمل بعمل بشكل منتخب ينفس على البطولات. مش أجيب نجم سينمائي يعني. مش أجيب نجم سينمائي يضرب المنتخب عشان الناس تسقف له. وفي الآخر أخسر البطولات. بالضبط. هو كان فيه أحلى من أجري. ما كان حلو ومسابسب وحلو. وإيه اللي حصل. لكن أنا بكلمك أجيب كواليتي. أجيب كواليتي ناس كويسة. وموجودين جدا كتير في مصر. عنده مشرور. عنده قصة وبعدين تخلي بالك. أنت عندك لعبة كتير واميدو. لعبة كويسة جدا. تعمل استراتيجات ومساعدين كويسين. المنتخب يعمل حاجة. عندنا النغم اللي بتقول لك. ما عندناش لعبة في مصر كويسة. لكل دول ما احترام يعني بعد عن الكورة. عندنا عيبة كويسة. وعندنا مواهب كويسة. وعندنا ناس تقدر تعمل الفري في البطولات الدولية. كالعيبة يعني. بس لازم يبقى فيه عين وفيه تطوير. وخلي بالك. السبب قبل ما نساها الحتة دي. سبب عدم وجود مواهب في مصر الأكاديميات. خدها دي حطها تحت ثلاث خطوط. لأن الأكاديميات هي بتدور على الفلوس بس. بتقلب الناس. لكن بتدور على تطوير لأداء الشاب الصغير أو الطفل الصغير أو البرعم الصغير. لا مش موجود. أنا بقول لك. بيدور دايما ياخد فلوس إزاي من الأب أو الولي الأمر. طب نلوم مين؟ أنا ما عرفش. أنا ما عرفش هتلوم مين. بس أنا احتكاك أنا بالموضوع هو موضوع مادي بحت. مش الاتنين. انت ممكن تاخد الاتنين. ممكن تاخد مادي وتاخد كواليتي. تاخد تطور من أداة وتشوف المواهب وتطلع والكلام ده. لما كان أيمين احنا ما كانش فيه أكاديميات ولا فيه حاجة كان فيه اختبارات. وتروح ناشئين وانت صغير كان بتطور وتطلع منها ما هو كبير. انت عندك بقى عندك أكاديميات كتير جدا وكلها ما بتطلعش. ايو ضمير ده ضمير. ما بتطلعش هلافين وفين لما يطلع لك واحد. طيب أنا هقول لك ضمير ضمير ازاي. يعني دلوقتي بودي ابني مثلا ناد الأهل. ما بيقبلوش. هو دي مش عادي ما بيقبلوش. أنا كوالية أمر عايزة شوف ابني بمارس رادة بلعب كورا. ما هو محترمين برضو انت لازم تقنينها. اه اكاديمية اه بتاعت ناد الأهل. لا لا محترم. اكاديمية نادة زمالك محترمة. فيه اشراف عليها تقدر تحاسب مين. لكن انت مش كل واحد يفتح بأكاديمية في اي حتة اجروا بلعبين. ويفتح أكاديمية. ما دي كلها فلوس. كلها فلوس. بتخش جيب ناس من غير ما تحاسب عليها ضرائب. انا بقول لك هم انتها الأمان. طب ما انت تحاسب الناس دي. انا مش مش شرطة انها بقليك مكبيرة. انا مؤجر ملعب وعمل أكاديمية. ما انت بتطلعش بتاخد من الناس فلوس. وما بتدهاش خدمة. صح او لا. صح. ما هي دي سبب انت بتدور على الفلوس بس. انا مش عارف موضوع الدرايب ده اكيد. انا بكلمك اهو. انا بقول لك. انا بكلمك كواحد يعني مش. انا في الكورة من وانا صغير. تبا دي نعمل اكاديمية. لا انا عمري ما عملت اكاديمية. خلي بالك عمري. شفت كان بيتحاق والله كان بيتحايلوا علي. عمري ما عملت اكاديمية. يقول لك ليه. ده ضحك عالناس. اكاديمية دي تبقى فنادي الاهلي. اكاديمية دي تبقى فنادي الزمالك. اكاديمية دي تبقى فنادي اسماعيلي. اكاديمية دي مش بتاعت اشخاص. الأكاديمية اللي يبقى لازم بقى فيها مصدر ثقة وعنده ضمير فيه كيان بالزبط لكن انا أكاديمية دور أكاديمية مش عارف ايه الأجيال مش عارف مين ومتلاقي بتاعت واحد وكله طب ما ده ملوم على أولئي الأمور يا كابتن أحمد وفي نفس الوقت فيه أكاديميات فأندية محترمة محترمة لا وفيه أكاديميات فأندية برضو مش كويسة مدور على الفلوس بس لأن اللي بيدروها مش مزبوطي أنا بقول لك سبب الحاجات اللي من تحت مش الرئيس قال لك عايزين كم موهبة صح؟ مش كان فيه مشروع اللي كان موهبة هيطلع كم موهبة إزاي وفي ظل الأكاديميات الكبيرة جدا اللي بتداخد منك فلوس ومتداخش خدمة بتيجي إزاي شيت بقى في العربية بالشارع كده شفت أولاد صغرين بيلعبوا كرة في البتاع ممكن تختار منهم طب أنت ليه ليه خطرت مثلا أنت بتقول الأندية الكبيرة أنت ليه خطرت الأهلي والزمالك طبعا أندية كبيرة جدا وما خطرتش مثلا ما تكلمتش عن مثلا أكاديميات ريال مدريد برشلونة أتليتكو مدريد اسموهم مي دول بتابع ريال مدريد؟ أهو تابعهم طيب بتابعهم ماشي لو هي واخدين فرينشايز من هنا وفي ناس مدربين من بره من أسبانيا بتيجي تدرب هنا في أكاديميات ريال مدريد؟ بكلمك بأمانة يعني أنا بتوع ريال مدريد دول بيبعاتهم مدربين يدربوا يدربوا الناس لا معرفش أكيد إشراف إشراف من نادي ريال مدريد تبع حاجة مفيدة أكيد فيه إشراف طيب ريال مدريد هيديني اسمه ليه؟ تبع حاجة كويسة ويجي مدربين يدرسوا للمدربين اللي موجودين في ريال مدريد تبع حاجة كويسة؟ لكن أنا بغضة نظر فيه أنا بكلمك على الأكاديميات بشكل عام اللي هي مجهولة المعلم في أندية ومش في أندية لازم يبعيد النظر للموضوع ده لأنه هو الغرض منها الربح طيب ليه ما كلمتش برضو على قطاعات الناشئين اللي هي بقى يعني مؤهلة تهين أنا أقول لك على أكاديميات أنا أتفرغ المواهب أنا أتكلمك على أكاديميات أنا أتكلمش على قطاع ناشئين قطاع ناشئين ده حقصة تانية مواهب ده بتطلع مواهب برضو كابتنان أيها ماشي بس قصة تانية بس الطبق العريضة جدا اللي هو الغد لسه مولوده عايزة يوده أكاديميات ما ده أنا أخلي بالك أن دايما نبلوم أولاء الأمور يعني فيه أولاء الأمور عايزة لا والناس من صريحة يعني إيه يعني أنا مرة زمان كنت موجود في الجيش زمان في الـ فواحد كلية هندسة كنت مازل طبعا فيرش الشباب على طول فواحد في كلية هندسة ومتفوق جدا أبوه عايز لعبه كورة نعم ده بنقابلها كتير فاجه هو عايز يلعب كورة قلت له أنا بكلمك من تالأمانة خليه ركز في الهندسة حسن مش هيطلع العيب كويس الناس بتزعل لما أنت بتقولها كده بيزعله جدا بيزعله جدا فأنا عايز أقولك أن دايما يبقى موجود آه عايز تكسب عايز تعمل اختبارات وتعمل اصطمارات بفلوس كتير وتلم بس أنت عينك أن أنت تطلع مواهب مش تعمل اختبارات عشان تلم الفلوس بس خلي بالك أنا بكلمك فحاجات محدش بيتكلم فيها نهائي قول الله أنا اتكلمت قبل كده فرس حاجات ماتفونة حاجات ماتفونة آه أنا بكلم لازم يبقى نيتك أن أنا أطلع مواهب والفلوس هتجي لك كده كده ما هو الناس كلها عايز تلعب كورة وعايز أولادها يبقى نجوم وبتعلى أن الموضوع بقى استثمار بس عينك مش الأول أن أنا أخذ من جيبك من غير ما تدي خدمة خلي بالك تعالي نروح لنقطة ثانية كمان بقى يعني الأكتر خطورة من كده أكتر خطورة أن أنا يبقى عندي ابني مثلا بدين بدين تخين ويروح عشان يلعب كورة وطبعا أنت عارف بقى المدربين آه هيلعب ده لعيب ده عنده ده مش عارف إيه ممكن يمرونه غلط يموته بالضبط عليك المصح ده إيه بقى التموتك أنا شفت بعناي أبرتلهم أجماعة كده ممكن فيه حاجات كتير أول فيه حاجات كتير أول بس ليه بقى دايما أنت عينك على الفلوس مش عينك على كورة ممكن يبقى عيني عيني على كورة حلو أقول موضوع لحضرك فتحته ده حلو أقول حلو أقول حلو أقول عشان كده بنحذر دايما أولو الأمور أن هم دايما يتعاملوا مع أولادهم بمنتهى الصراحة ومنتهى الصد مش لازم ابني يطلع لعيب كورة مش لازم لازم أودي لحد مؤهل أنه يمرونه كورة لأن التمرين الكورة جماعة مش يلا بنا يتمرن ممكن واحد يقعد يجري لغاية لما يتلعيب ممكن واحد يعمل دي سبب المشكلة الكبيرة جدا الأكاديميات في مصر أكاديميات في مصر عمرها ما بتطلع مواهب بغض النظر آه فيه ناس بتطلع مواهب بس مش هي دي لازم تقنن تقنن جد طبعا لازم تقنن وبعليها إشراف وليبع عليها أرقابة حتى من الأندية الكبيرة الأندية الكبيرة اللي عندها أكاديميات زي الأهل وكل الأندية في الدور الممتاز واو الممتاز به مدير الأكاديمية دي مؤهل حلو مؤهل هتطلع مواهب لكن انت باية بتجيب واحد دي لسه مبطل ما يعرفش حتى ايه الفرق بين الوحدات التدريب وتدريب البراعم وتدريب النشيئين وتدريب الشباب وتدريب الدرجة الأولى وتروح جاي ايه حطوا كده عشان هو كان ليه اسم فتحطوا في أكاديمية طب هيه يدرب لا يدربهم ازاي ليه لا جريهم كده اي حاجة وعملهم تأسيب ما هي يخلي بالك هي دي مشكلة كبيرة او يبقى منافز يا كابتن منافز لفكر فكر مين الفكر يكون حد قائم على الأكاديمية بيفهم او عنده مشاعر دايما بقول مشروع انا معرفش او انا مشاعر او انا بكلمك في العموم انا بعموم انا مشايف انا بكلمك مش بعمم انا بقولك تسعين في المائة للعموم الاغلبية الاغلبية تعالنا اروح لنقطة تانية التعامل اللعيبة مع الجماهير بشكل عام جميل طول عمرها بتطلع لك قدام عينك كلاعيب نرفزتها في وشك وفي نفس الوقت الجمهور اللي بتنرفز في وشك لما بتخسر بيسقف لك ويشيلك على كتفه فانت لازم كلاعيب علاقتك بالجمهور علاقة متزنة يعني ايه متزنة يعني واحد من الجمهور تنرفز عليك ده جمهورك واحد من الجمهور شلك على كتفك شلك على كتفه ده جمهورك فانت لازم في الحلوة والمرة لازم تستحمله فانا شايف اي لعيب بيرد عنده رد فعل للجمهور سواء سلبي يعني ده بيشيل من رصيده كتير جدا وبأصل عليه فنيا في الملعب لانك برضو انت روحك روحك كلعيب في يد الجمهور روحك كلعيب في يد الجمهور بطول عمر جمهور من احنا صغيرين برا زي جوا في اوروبا زي مصر اه الجمهور بيطلع ساعات بيشتمك عادي بتحصل بتحصل بس احنا كان زماني اه انت لازم انت بقى ايه عارف ان انت النهاردة مش في يومك وضيعت بطولة تهدأ الناس هتهدأ بعد كده انت هتكسم بطولة هيسقفولك وفي نفس الوقت الجمهور احنا مرنا بتجربة كبيرة جدا احنا كنت ايامينا الجمهور كان بيتنرفز علينا وبتاعه وجمهور بيخش وبتاعه بس النرفزة اللي عادية لكن احنا طبعا في الفترة اللي هي بتاعت الفترة الدموية اللي حصلت كانت دي عملت مشكلة كبيرة جدا لان الجمهور ببقاش ليه حاجز انت اللي حطيت لوايا دلوقتي وحطيت قانون وحطيت عقاب وحطيت ثواب على الجمهور اللي هيعمل وكله مترائب بالكاميرات هيتحاسم قانونا حصل الكلام بس خلاص خلص الموضوع فانا انا شايف ان الجمهور يخش عادي لكن انت كلعيب انت برضو ترمومتر وكجهاز فني انت برضو ترمومتر وكرئيس نادي انت برضو ترمومتر ان انت تسخن جمهور على جمهور وتعمل الكلام ده لان الكلام ده ما بشوفوش بره حيث التسخين الجمهور على الجمهور دي ما شوفوش بره خالص ده يا رئيس النادي قاعد جنب رئيس النادي في نفسك جنب بعض ولما بيجي الجون ده بيقوم يسقف عادي وده زعلان ما شوفناش لتنمسكو ببادلة بعض وقعدوا يدخلوا مع عمانفيسه ما شوفناش فانا قصدي ايه ان كل الناس اللي مسؤولة عامل الرياضة لازم تهدي اللعبة شوي تهدي اللعب وتهدي من التصريحات السيئلة موضوعا مش بالكلام اوه كابتن ساد عب حفيز لما طلع اتكلم عشان المنائي اخد من المنافس شوية اه بيطلع الكلام ده مدير كورة تيكنيكل في الحتة دي لكن هي مش هو ده الاساس اللي خلاك تاخد الدوري احترام يعني لا لا اكيد اه مش هو ده الرئيس النادي يطلع يتكلم كتير جدا هو ده اللي يخلي في القيد تاخد الدوري او تخلي الناس تخاف منه لأ واتسيب لك الماتش لأ مفيش الكلام ده الدوري بيتاخد من جوة الملعب برجنين اللعيب بفكر الجهاز الفاني بالشغل الجماعي بالشغل الجماعي بالنظومة كلها مش بواحد بيتكلم وواحد ما بيتكلمش لأ تمام تمام لو قلتلك هرجع بيك شوية الورا شكل المنتخب وعنصره الشكل العام وانت قاعد بتفرج عليهم في التلفزيون شكلهم العام سيجم الشغل الفني اه في اميدو بص حتة ان انت بيبقى اختياراتك غلط فبتجيب لعيبة غلط بس انت اختياراتك غلط بنسب النسبة كان كبيرة جدا مع اجيري اختياراته قد غلط بشكل كبير جدا بغض نظر على الناس برضو لعيبة كويسة لاتاخدت بس كان شكل اختياراته في المراكز غلط قوي فمقدرش يعدلها ساعة اما الباب تقفل باب تقفل ايه باب القيمة اللي موجودة تقفل والبطولة بدأت مقدرش يعدلها لان كانت نسبة الغلط كبيرة او في القيمة لكن انا ممكن كمدرب اغلط في اختيار لعيب او اتنين مش اخطر في اختيارات عشرة او سبعة دي نسبة كبيرة جدا فانت دلوقتي نسبتك كتعالية في الاختيارات الغلط فانت كان ادائك كده لكن انا لو انا مختلف مع الناس كلها في اتنين تلات لعيبة في لعيب او اتنين مفيش مشكلة مفيش مشكلة ممكن اتدارك الموضوع دي الموضوع ده وانا في البطولة عندي بقى المرة اتنين عندي المرة ثلاثة على عيب ده مركز ده يعني عندي قص لكن انت كان نسبتك كبيرة جدا في اختياراتك الغلط فانت حبي التعدل مش عايف تعدل مش عايف تجيب مين وتودي مين لان اختياراتك في المراكز كانت غلط مش بحسابة تمام بس لكن انت لكن لكن هما اه 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 اجيري وكده اه لا اه كسفونا اه اه كسفونا يعني ما بتكلمش عليهم انا بتكلم على الشكل العام الشكل العام في التلفزيون التنظيم يعني لا لا في الشكل المنتخب اللي انت متعود عليه تشوفه لا 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 خاضر ده هو اولا والا الصورة كابتن الصورة مش الفريم لا لا مش الشكل الفني مش العارف في كل حاجة نعم هو انت بتكلم على التنظيم كويس. كان عالمي. بعيد جدا فنية. يعني ايه تنظيم فوق قوي. لا لا. وانت فنية تحت قوي. شكل اللعيبة بتحس ان آآ يعني مجوش مصر لعب البطولة. يعني انا اقول لك على الجماهير كان بتقول. انا روحت ماتش انا روحت ماتش اوغندا. كنت في الستاد. كان نفس ماتش يخلص عشان اوه مامشي. كنت عايز سيب الماتش وامشي. يعني عايز اقول لك بتفرج على لوحة مش اخبطة. طب طب ليه حتى لو سوق اختيار بس انا لبست شرطة منتخب مصر. ده السلامة مش بنروحه قدام. مش راح حارب. خالص. لا اقولها مش اه مش حارب. اه. مش يلا يا رجالة وشدها لكم رجالة تعرف ان انت مدرب على قدك على طول. على طول. ده دي حاجة كويسة ان يبع عندك حتة ان انت بتعرف تحمس اللعيبة وتبع عندها روح. بس مش هو ده اساسك كمدرب. اكيد. اساسك كمدرب ان انت هتنظم كويس. تطور من اداء الزهني للعيد. اكيد. توقفوا بدنيا. والبدني مرتبط بالزهني. فالكلام ده كله مع بقى تشيرت منتخب مصر. يطلع عليك بقى لوحة فنية زي بتاعت الكابتن حسن شحاتها ايام من ما خدنا التلات بطولات واربعة. كنت تلعب وحط رجل على رجل كده. وانت بتفرج على المنتخب في الجيل ده. قاعد بتحضر نفسك عشان تتفرج على ماتش اوروبي. اداء غير طبيعي. وكان نخلي بالك. اه كابتن حسن شحاتها مثلا استبعد ميدو وجاب جدو محكينش حد يعرفه. اهو مش في اهلي وزمالي كلها. بتاع استبعد واحد نجبي كبير جدا زي ميدو وجاب جدو جدو بقى كسبنا بطولة قوم. فدي انا انا بقى عايز اقول لك ايه كوتش عين اختيارات بدور. مش انا رايح كل الماتشيات حضرة في الاستاد ومش عارف اختاره. معدي من مشكلة كبيرة جدا ده 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 هو راحل استاد اكتر من الصحفيين. انا بكلمك الجهاز الفني كان راحل استاد اكتر من الصحفيين. لكن عندنا وانتخب مصر قوي. اه طبعا. اختار تشكيلة. اه مش اختار تشكيلة. لا 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 مش اصدي مش اصدي. عندنا اختيار تشكيلة. عندنا لعيبة كويسة. عندنا كويسة. Toldنا لعيبة كويسة جدا جدا. اه طبعا. تروح لغاية فين. تروح لتاخد بطولة عادي جداً وتروكس عالم وتقدّي بشكل أحسن عادي جداً بس أنت عايز واحد عايز أقول لك موهوب عايزين ليختار بس الواحد عايزين موهوب عايزين ليختار الواحد واحد مش واحد بس واحد وطقم ناكيد لو أنا من غير ما تصنف أنا بجيب ميده ومعرفش بقى مينه ده كان بلعب فين أنا بجيب ميده عشان مدرب كويس مش عشان بلعب في الآله أو الزمالي لأن أنت عارف أنت عارف الحسابات دي بتبقى إيه دي اللي بتودينا في دهي طيب نروح لاتحاد الكورة آخر سؤال أسأله لك اتحاد الكورة خلاص يعني أشهر ونختار اتحاد كورة تاني شايف السمات المفروض تبقى موجودة الصفات الشكل الشخصية المضمون أنا مش طالب من أعضاء اتحاد الكورة إن هم يبقوا إعلامين مش طالب من أعضاء اتحاد الكورة إن هم يبقى موهوبين في الإدارة أنا طالب من اتحاد الكورة يبقى شخصيتهم قوية على القوي والضعيف يعملوا نادي الأهلي زي نادي ضمياط ما نعزين أكثر من كده أه عندنا لا أنا بكلمك متالما فيه ورقة هي اللي تفصلني بين ميد و أحمد ليحة تطبق مش تليفونات ولا الكلام ده عايز ناس تبقى شخصيتها قوية وفي نفس الناس الشخصيتها قوية دي تجيب ناس تكنيكال بفلوس هي اللي تعملينه سيستم للدول انت 중국ه كربائي يريد يواجه قيد تكون يحدث assumption وهناك ألا الكورة يجب علي أن واحد يكون له فلوس سينا أت ما يünüz عائزة ناس اليد عادي. مجالس ادارات الانديها شغلات تطوعي. مش بمقابل. يا عميده. لا خلينا حتى في المسمى. ما تفتحش الكسط. خلينا حتى في المسمى. لا المسمى بس. المسمى طبما في حاجات مسمى كلها معروف. وتحت المسمى ده. طب انا لا اقول لا يا جماعة كل المجالس او كل الشغل بمقابل مد. يعني ليه بقى المسمى تطوعي. يعني مقابل مد من رئيس نادي. لكل لكل المجالس الادارات. ما ينفعش رئيس نادي ياخد فلوس. ممكن ياخد مكافآت معاك. ماشي. ماشي. ياخد مكافآت انو خد دوري. ياخد مكافآت تلتمية المية. ربعمية المية. حلم. لكن مجالس الادارة. يجيب ناس تحاسبها. لو انت خليتها مش بشكل تطوعي. هيبقى فيها برضو فيها مشاكل. فعلا. اه. لكن انت اجيب ناس بقى. انت عينها هميدو. لكن انا مش مش معانيش من دقني وافتله يعني ايه. بقى انا راجل بديل الكورة وفي نفسه لا بديري الاعلام. بديري الكورة وبديري الاعلام. انت بتجي ازاي دي. ما انا مش فهمها. اخشي لك منين طيب. انت تغلط. اطلع عن قدك في الاعلام مش اعرف ما انت اللي انت اللي طالع في وشي. انا لام ورائي. وانا اخلي بالك بكون سعيد جدا معك. والله العظيم. بكون سعيد جدا معك. وبحس ان انا يعني نوعا ما شاطر. ان انا بسيطر على صراحتك. حبيب. حبيب. ومبروك لنادي الالي. ربنا خليك. وبركلك ان انت تمسك نادي كويس يليق بيك. لان انت ادمعك ما شاء الله. ربنا خليك. بس هو دايما الشاطر. بس الشاطر هيلاقي. يعني دايما ربنا بيكافه. دي بالنسبة لي دي اه ارزاق وربنا لما بيحطك في حتة بيبقى فيها خير. فانا دايما حتة ما بسعاش بقى وحاربه. شكرا جدا يا كابتن. الله يخليك اميته. شكرا. احمد سامي نجمة الاهلي دايما بنوارني وشرفنا. اكيد بتسعده تصرحاته القوية جدا والصريحة جدا والمحترم والمؤدبة جدا كمان. مع انه خطفني في حسام عشور. بس حسام عشور وقت 13 دول مش يدرك كلمة. مش معاك انا في الموضوعنا. انا شرحت لك كل صحيح. كل احترام لكل الجماهير في اي مكان. اهلي زمالك اسماعيلي. اي جماهير يعني دايما باحترمه دايما بقول الا الجماهير كلها خط احمر. كل احترام للاندية. دايما الاهلي بشكله ومضمونه وادارته الوعية جدا جدا جدا. بشكركوا شكرا جزيلا. امير عبد الحميدة يكون ضيف مع النجم محمد سعيد.